تم اطلاعنا على إحصائية دقيقة عما تعاني محافظة البصرة وحجم المساحة الملوثة بالمقذوفات الخاصة بالألغام تبين لنا صراحة من خلال التقرير الأولي بأن لدينا قضاءين يمثلان نسبة أكبر في جانب التلوث وهو قضاء شط العرب وقضاء الزبان ومع الأسف خلال السنوات الماضية شهدنا حالات صراحة من انفجار بعض هذه المقذوفات والألغام المتواجدة صراحة والتي دائما ما تظهر بعد موسم الأمطار فبالتالي تكون ظاهرة فوق سطح الأرض وتعرض لها العديد من أهنى في محافظة البصرة هذا بيان البيانات صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة فرح العراقيون بانتهاء الحرب بين العراق وإيران وعمت الاحتفالات في أرجاء البلاد على أمل أن يعم السلام بعد حرب دامية استمر الثماني سنوات راح ضحيتها أكثر من مليون شخص لكن لعنة الحرب ومخلفاتها ظلت تتربص بضحايا جد أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ وحتى الحيوانات لم تسلم من شرها وما زال أهالي القرية يطالبون السلطات بتطهير أرض قريتهم من الألغام والمخلفات الحربية القاتلة يعني مثل ما تعرف أنه البصرة خصوصا كانت ساحة رئيسية في المعارك الدامية أيام النظام السابقة نظام صدام ودخل حروب مع الجانب الإيراني مع حرب الخليج وغيرها ونتيجة طبيعية لهذه الحروب تكون يعني موضوع الألغام والألغام بعضها مدفونة يعني اللي هي مضادات دروع وغيرها وبعضها لا تكون ظاهرية ومشخصة ضمن مساحات حاليا معظمها معزولة هي فالسبب الرئيسي لوجود المناطق اللي بيها ألغام هو الحروب اللي خاضها نظام صدام هذه الحرب الاستنزافية الطويلة أدت لأنه كل الطرفين طرف العراقي وطرف الإيراني يستخدم الألغام بشكل جدا واسع ولهذا السبب استخدم الطرفين الألغام بشكل واسع بهذه المناطق وأصبحت كثير من المناطق الصعيد العراقي أو الصعيد الإيراني على صعيد الحدود مزروعة بها كميات جدا كبيرة من الألغام تصل إلى ملايين الألغام تأثيرات الألغام تشمل هجرة المواطنين من المناطق تلف المناطق الزراعية الخطورة التي تشكلها هذه المناطق أصبحت مناطق خطر لا يمكن تحتى التنقل فيها أحيانا والسبب الآخر هو أن تشتت هذه العوائل وفقدان فرص العمل مالاتهم لشكل جانب اقتصادي معيق مستقبلا لأنها تزيد من محدلات البطالة والذين فقدوا فرص عملهم في تلك المناطق